اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كانت ضعيفة نوعا ما وكان الامتياز للعب هارون وحارس المرمى هارون البيري اذا يضيع طريق الاهلي فرصة للتقدم بهدف مقابل لشيء فرصة للتقدم بهدف مقابل لشيء وهناك ربما اعادة لقرة الجزاء او ماذا اذا نتاقم الفار امامنا وننتظر اكيد الكلمات او التعليمات ولكن ربما خروج محمد البيري من عند لعب الكرة من اللعب محمد الفقه وعلى اثرها عاود الحكم اعادة الركلة الجزاء تسامى الحكم الاثيوبي امام اعادة لك التاني مرة لركلة الجزاء للعب محمد الفقه محمد الفقه في مواجهة هارون البيري محمد الفقه وفي نفس الزاوية يسدد ويسجل محمد الفقه ويهدي اهل طرابلس اول اهدف اللقاء اذا هدف في نفس زاوية الكرة حاول فيها البيري ولكن كانت الكرة قوية مركزة في الزاوية ليعلن عن اول اهدف اللقاء لصالح فريق الاهلي والامضاء والتوقيع كان من هذا اللعب محمد الفقه اذا الاهلي يتقدم بهدف مقابل تبدأ كورج طيب من لعبي فريق الله اخبر الكرة مععوبة عند الشامخ الشامخ يسدد والتزديدة كانت قوية تزديدة ورياكشن ولا اروع من الحارس محمد ناشنوش استلام الكرة من الورفVI بلاحظ ورفل لاحظ ورفلي داخل ورفلي لعبي الكرة واحدة و اثنين استلام هف ضرب الدفاع سدد من سلم الكرة للشامخ الشامخ يسدد ورياكشن ممتاز المونير يتبغى سلم كرة عن شرار المونير 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 يمر المونير يعم κرة بالعرض من يقابل هذه الكرة ولا احد ولو كثير وهذه الكرة صراح فريق الاهلي هذه كرة ملعوبة سلت وطاني ملعوبه بالرأس ترجع من جديد عند احمد سعدي سلم كرة عن اري بابل اري بابل اري بابل اري بابل يحاول المرور والتوغل اري بابل بالقوة اري بابل بالعرض والتعادل اذا هدف التعادل لصالح فريق الاخضر عن طريق احمد كراوع اذا احمد كراوع يعطي فريق الاخضر هدف التعديل بعد مجهود ولا ارواع من اللاعب اري بابل وتجد الكرة القناص احمد كراوع ليضع الكرة في الشباك بكل اختدار قناصي احمد كراوع في الخلف اقرب عند اللاعب انس وهناك خطأ لصالح فريق الاهلي اذا خطأ وركلة حرة مباشرة اهلوية اول كان نتقدم في الاهلي والادي كرة ملعوبة غدار هذه الكرة غدار هذه الكرة الهدف التاني لصالح فريق الاهلي اذا الاهلي يتقدم بهدفين مقابل للشيء الكرة والهدف الثاني والتنائية والدوبيتة من هذا المهاجم المغربي اذا الدوبيتة والهدف الثاني ليحرز هذا المغربي محمد الفقيه فرصة الثالث فرصة الثالث صالح الطار والثالث ولكن تسديدة ضاعت تسديدة تصدد وتعود من جديد لصالح فريق الاخضر تمشي كرة ملعوبة من جديد امامية الاهلي اخطر اقوى هناك نجاعة هجومية اكثر من جانب فريق العب قليب بشكل طيب يلف ويدور قليب 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 يسلم كرة لي صالح الطهر علي معتوق علي معتوق يسدد والهدف الثالث علي معتوق يتوج مجهودة يتوج مجهودة هذا اللاعب علي معتوق بهدف الثالث ممتاز يا علي معتوق عاد اكتشاف نفسه متجدد علي معتوق مهلك يا مهلك على مهلك يا علي معتوق وهذا اللاعب هذا اللاعب علي معتوق ممتاز يا علي معتوق لعيب يا علي معتوق قدمت الاضافة وكنت مميز افضل لاعب في المباراة علي معتوق حقيقة قدم كل شيء في هذه المباراة كان مفتاح لاعب كان مميز كان أكثر رجال يومنا كانت خطيرة جداً ويتوج كل ذلك بتزديدة لا تصد ولا ترذ وتحتضن الشباك فريق الأخضر لتعلن عن ثالث أهداف اللقاء مباراة ممتعة مميزة جداً بين الأهل والأخضر في سداسية تتويجة دي كورة واحدة واثنين وهذه كورة ملعوبة ولكن ترجع من جديد أمور محمد سعادي سلم كورة لك راوة وكراوة محمد سعادي تبا دي كورة طيبة وهذه كورة وتزديدة ولا كورة تمرت في الخلف هذه كورة عند أريبابل أريبابل بمكارة تدليل أريبابل 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 يسدد ولكن كورة تساهل حرة مباشرة عبد الرحمن يلعب الكورة ولكن الدفاعات الأهلوية في الإبعاد ترجع الكورة عبد الرحمن العمامي من جديد عبد الرحمن يرسل كورة طويلة هناك في أقصى الجهة اليسرى الكوت هل يلحق بها ولكن أيوب عيات في مرة أولى ومرة تانية يلعب الكورة أمامية إلى خارج ارضية الملعب اذا نخارج ارضية الملعب الرمية الجانبية واخر دقيقة اخر او اخر تقريبا اخر الثوان نلعب في اخر اربعين ثانية لفريق الاخضر عبد الرحمن العمامي يرسل كرة امامية احمد سعد يحاول فيها ولكن معه محمد منير محمد منير يتغلب محمد منير يفتك محمد منير يعب كرة طويلة ترجع الرأسية من شكربة خلاص باتت صافرة الحكم تسامة الحكم الاثيوبي قريبة جدا من انهاء هذه المباراة المباراة كانت ممتعة جميلة شاهدنا فيها اربعة اهداف كاملة بدأت من نقطة جزافيا الشوط الاول عن طريق اللاعب محمد الفقيه الهدف التعادل جاء عن طريق اللاعب كراوع الهدف من ثم بدأ فريق الاهلي في تسجيل الاهداف الهدف التاني طبعا جاء عن طريق اللاعب محمد الفقيه من ركلة حرة اه مباشرة والهدف الثالث جاء من كرة قوية صاروخية من اللاعب اه علي معتوك ليحرز الهدف الثالث لصالح فريق الاهلي قطر التسامة بدأت قريبا وفي هذه اللحظات يطلق الحكم الهيثيوبي تسامع عن نهاية مباراة الاهلي والاخضر بفوز وتفوق فريق الاهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد الف مبروك لفريق الاهلي هارد لك لفريق الاخضر اشتركوا في القناة